إذا كانت القدس هي مفتاح الحرب والسلام مع إسرائيل كما يردد الفلسطينيون فإن مشاريع البناء الاستطاني تتناقض مع مشاريع بناء السلام هذا السلام الذي ظلت فرصه تتضاءل حتى تلاشت أمام امتداد ظلال المباني الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس حكومة بن يمين ناتنياهو الإسرائيلية سجلت أعلى نسبة استطان في تاريخ الحكومات المتعاقبة في الدولة العبرية وفضلا عن المنازل الخمسمائة التي أقرت أمس أمر ناتنياهو قبل أسبوع بالمضي قدما في تنفيذ خطط لبناء نحو ستمائة وحدة استطانية وأربعمائة وحدة أخرى في جبل أبو غنيم وهو حي آخر بالقدس الشرقية وباتت اليوم تعتمد طرقا وأساليب جديدة في التعامل مع البناء الاستطاني تتمثل باعتماد مبدأ السرية في الموافقة على مشاريع البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة فالموافقة المبدئية للجنة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية على البناء الاستطاني في رامات شولومو إحيطة بالكتمان وهي محاولة على ما يبدو للحيلولة دون الاحتكاك بواشنطن والاتحاد الأوروبي الذي فرض سلسلة عقوبات على الشركات الإسرائيلية الاستطانية فإسرائيل تتحاشى الدعاية لهذه الخطوة وهي واحدة في سلسلة من المراحل اللوجستية والقانونية التي تسبق بدء عملية البناء ويترافق البناء الاستطاني مع ضغوط تمارسها تل أبيب على الفلسطينيين من سكان القدس بهدف تهجيرهم ومصادرة منازلهم الشهر الماضي انتقلت نحو عشرين أسرة من المستوطنين إلى منازل في حي عربي بالقدس الشرقية حركة السلام الآن الإسرائيلية المعارضة للاستطان حذرت من هذا التصعيد وقالت إنه سيؤجج التوتر في القدس هذه المدينة التي تشهد مصادمات يومية بين فلسطينيين من رمات الحجارة وقوات الشرطة الإسرائيلية التي تحمي المستوطنين وتغطي هجماتهم المنظمة على باحات المسجد الأقصى ويستوطن نحو نصف مليون إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية بين نحو مليون ونصف مليون فلسطيني محكمة العدد الدولية أصدرت حكما بأن المستوطنات التي شيدتها إسرائيل هناك غير قانونية لكن الفلسطينيين يرون أن التمسك بهذه الأحكام وحده لا يكفي في معادلة الصراع مع إسرائيل ترجمة نانسي قنقر